مأرب في عين عصفة الاشتباكات مرة أخرى فالمعقل الأخير لقوات الحكومة اليمنية في الشمال شهد الساعات الماضية معارك تخلى لها قصف مدفعي متبادل حاولت خلالها قوات الحوثي السيطرة على مأرب عبر هجوم من المحاور الجنوبية والشمالية والغربية لكن هذه المحاولات باءت بالفشل حتى اللحظة وفق مصادر حكومية إذ قتل أكثر من 110 مقاتلين معظمهم من صفوف قوات الحوثي واستغطاء جوي من التحالف الذي تقوده السعودية ويعد هذا التصعيد هو الأعنف منذ بدء حملة الحوثيين في فبراير الماضي للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط بما يعزز موقعهم التفاوضي مستقبلا وتتزامن الاشتباكات مع ألان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث فشل جهود ثلاث سنوات من الوساطة بين الجانبين لوضع حدا للحرب في البلاد وتدور المواجهات على وقع مساع دبلوماسية تقودها الأمم المتحدة وواشنطن يؤخرها وضع الحوثيين شروطا عدة قبل الشروع بالمفاوضات